نوير حكى الله جل وعلا قصة قارون عليه السلام فقال الله سبحانه وتعالى إن قومه كانوا ينصحونه فيقولون له وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إذن أنت لما تحسن أنت في الحقيقة لا تستحدث إحسانا من عندك وتكرما وتفضلا أنت في الحقيقة إنما تصنع النتيجة لما أعطاك الله تعالى إياه مدام رب العالمين أحسن إليك بالمال معناها أن الله جل وعلا ربما جعلك المال عندك لكن هو طريق إلى غيرك أعطاك الله تعالى علم هو طريق إلى غيرك إذا أنت ما أنفقت من هذا العلم ما أنفقت من هذا المال معك سيارة فارهة وقاعد تمشي وتشوف واحد فقير مسكين ربما يمشي فيها الشمس ولا فكرت إنك تقف وتوصله معك أنت في الحقيقة ما أديت شكر هذه السيارة ربما كنت عندك طعام من زاد ومع ذلك لا تحسن به للفقرة أنت ما أديت شكر هذا الطعم الذي أنت عليه ولذلك هي قاعدة وأحسن كما أحسن الله إليك النبي عليه الصلاة والسلام كان في أنواع الإحسان لا يكتفي فقط بالإحسان المادي بعض الناس لما تقول له الإحسان يظن أن الإحسان والله أني أنا يعني أني أتصدق على الفقير أو يقول لك مثلا والله الفقير هذا ما هو محتاج الإحسان ليس فقط هو بالمال الإحسان بالعلم الإحسان بالنصيحة الإحسان بالكف الأذى عن الآخرين بأنواع الإحسان ولذلك الذي يلاحظ يجد أن الإنسان لا يسلك طريقا واحدا فقط الإحسان بل ينوع هذا الإحسان قدر المستطاع النبي عليه الصلاة والسلام كان راجع مرة من غزوة من الغزوات ومعه مجموعة من الصحابة فكان ممن معهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر توفي أبوه سشهد في بدر أو في أحد وترك عنده تسع أخوات وكان الوضع المادي عنده ضعيفا ما كان يعني من تجار الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي وجابر معه على جمل ضعيف فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر امشي مع الناس قال يا رسول جملي ضعيف ما ما يلحك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنخ جملك فأنا أخذ جمل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصى وضرب الجمل ودع الله وانطلق الجمل فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى جابر جعل يتكلم معه قال يا جابر تزوجت قال نعم قال بكرا أم ثيبا قال بل ثيبا ليش تزوج ثيب والله يا رسول الله أنا عندي خواتي تسع ما أردت أني أخذ بكر صغيرة مثلي وما تحسن التعامل مع خواتي فأنا أخذت وحدة أكبر منهن حتى تكون مثل أمهن قال يا جابر لعلك إذا رجعت أن ترى زوجتك قد وضعت النمارق يعني الوسائد قال ما عندنا نمارق والله يا رسول الله حتى وسائد في البيت ما عندنا وسائد مشدة الحاجة والفقر فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليه طيب لكن يريد يعطيه بأسلوب لا يسبب له إحراجا فقال صلى الله عليه وسلم له جابر قال نعم يا رسول الله قال تبيعني جملك قال بيعك جملي ما عندنا لها الجمل نسافر عليه ونستخرج الماء من البئر عليه ونحتطب عليه ما عندنا في الدنيا لها الجمل قال بعنيه قال بيعك إياه قال له صلى الله عليه وسلم بدرهم قال جمل بدرهم لا لا يا رسول الله لا لا تغبنوني لا تغلبني قال بدرهمين قال لا لا تغبنوني بثلاثة دراهم حتى وصل أربعين درهم أوقية من ذهب قال جابر وافقت لكن يا رسول الله أبقى على هذا الجمل حتى نصل إلى المدينة قال لك ذلك وصلوا للمدينة جابر أنزل الأغراض على الجمل وجاء بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا جملك فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال خذ الجمل وأعطي جابرا أربعين وقية هي كان بأربعين وقية ونشا يعني زده قليلا فأعطى بلاله إلى جابر المال والجمل ربطه أخذ جابر المال يفكر ماذا أصنع به أنا يعني أنا أشتري به جمل آخر أنا أشتري به للبيت مقاضي أنا أسدد به الدين ماذا أفعل به المال ضايق صدره على جمله لكن فرحا بالمال فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال خذ الجمل وأعطيه جابرا وقل له المال والجمل لك طيب هذا أسلوب للإحسان لكن غير مباشر مثل مثلا أنت لما تدخل على واحد أو تراه أو كذا وفي بيتها أو كذا وتعلم أن الرجل محتاج حاجة شديدة وأنت معك مال تريد أن تحسن به إليه لكن إحقاج أنك شارب عندها الشاي بعد أن تقول تفضل هذه 200 ريال أو 300 ريال كأنك داخل مطعب تحاسبه فناديته واحد من عياله ما شاء الله يش اسمك يا بطل قال والله يمكن عمره ست سنوات اسمي يا أحمد أحمد حافظ إيش سورة تقول الله واحد قال له حافظ الحمد لله أربعة عالمين يلا سمعي ولدي سمعك يا طلعت 200 ريال 300 ريال أكثر ولا أقل يلا هذه هدية قال لا لا والله هدية للولد طبعا أنت تدري أن الأب لن يتركها مع هذا الولد الطفل الصغير الولد يا بيعطيها أمه ولا بيعطيها أباه ولا فأنت أحسنت إليه بسلوب غير مباشر أو قل غير ذلك من الأساليب كلما استطعت أنك لما تحسن إلى الآخر لا تجرحه هذا مهم ويسأل بعض الناس يقول لي الآن إذا أنا أريد أني أعطي شخصا زكاة أنا مثلا أفرض عندي زكاة أبعطيها أبعطيك يا هي عصام مثلا إن شاء الله أنت ما تحتاج زكاة لكن بثالي زين فأفرض أني أعطيك زكاة وأنا لا أريد أجرحك وآتي وأقول لك تفضلي عصام هذه 200 ريال زكاة كلمة زكاة بالنسبة لك تشعرك أنك فقير ومحتاج ووصلت إلى المرحلة اللي الناس يتصدقون علي طيب هل يجوز أني آتي أنا وأقول لك خذي عصام هذه هدية أو هذه عيدية مناسبة العيد ولا هذه هدية نجاح عيالك هل يجوز وهي من الزكاة المسألة فيها تفصيل شف إن كان أنت تشك في أن اللي أمامك يحتاج الزكاة أو لا يحتاجها عندها كن صريحا وأقول لك ترى هذه زكاة يعني مثلا عندي جاري أنا ما أدري هو يحتاج ولا ما يحتاج وضعه مثلا فعلا فقير لكن أنا أسمع أن عنده فلوس مثلا لكنه ما يستعملها فآتي وكيف الحال أبو عبدالله سك طيب أنا والله معي مثلا 100 ريال 200 500 ألف كذا زكاة شف أنا ما أدري إن كان عليك دين أو إن كانك محتاج أو كذا فتفضل إذا لست محتاجا أنا خلني أصرفها لغيرك إذا كنت شاك إذا كنت لست شاكا تعرف إن هذا الشخص فعلا محتاج حاجة شديدة زين فجأت إليه وقلت له والله هذه مناسبة العيد هذه 200 ريال هذه مناسبة رمضان هذه هدية لك هذه مثلا أبحث عن أي سبب وأعطيها له دون أن تقول كلمة زكاة لكن المقصود أن ينتقل المال منك إلى هذا المحتاج فهذا لا بأس به ويعتبر أيضا من الإحسان الذي تؤجر عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجابر يعطيه من المال وهذا المال يعتبره جاب البيع وشراء ثم اكتشف لا والله هذا ما هو ببيع وشراء هذا نوع من الصدقة والإحسان إليه الإحسان إلى الناس يا جماعة أمر حسن لكن أيضا لا ننسى أنه لا يكفي فقط الإحسان إلى الناس بل كذلك طريقة هذا الإحسان ربما تكون أهم من مقدار الإحسان الذي ترسل